ده كلام واحد من اهم نجوم القرى المصفية وعبر طريقها هو حزم امام يعني ده بالنسبة للامور الفنية لكن في النهاية لما تيجي تتكلم على الامور اللي قدت الى الهزيمة للمنتخب هل اتحاد الكرة هيخرج علينا ويقول ان سمير عدلي هو السبب ولا وليد مهدي هو السبب زي ما حملوا مسؤولية فضيحة السنغال واللي حتى الان لم تنتهي وحتى الان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز اللي وعد واعلن عبر وسائل اعلام ان يوم 13 نوفمبر هو اليوم الاخير لسداد اتحاد الكرة قيمة الشرط الجزائي اللي بتقدر بمئة الف يورو وعايز اقول لكم على مفاجأة ان الشركة الهولندية اقامت دعوة قضائية ضد اتحاد الكرة للمطالبة بتعوضات من مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والكل ساكت وما حدش بيتكلمه وفي نفس الوقت بيجي النهاردة تلاقي البعثة اللي سفرت ليه ابتشاد جمال علام رئيس اتحاد الكرة سافر سافر ليه وهو ما كانش موجود في معظم سافريات المنتخب الاول سافر للتأكيد على ان هو دوره موجود وبيقول لوسائل اعلام ان انا رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين هاني بوريدة وان هو معترض على تعيين هاني بوريدة مشرف على المنتخب والبعض لا يعرف ان تم اتخاذ القرار في غياب جمال علام عن مجلس الادارة والسؤال برضو هو احمد مجاهد مسافر ليه يعني ايه دور احمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة هل هو مسافر علشان يكون واقف جنب هاني بوريدة ولا هو مسافر علشان يكون يعني متواجد مع منتخب مصر واذا كان بيسافر علشان منتخب مصر واهمية المباريات ما كانش بيسافر ليه في المباريات السابقة كمان زي ما بقول لكم في ظل حالة الارتباك الاداري وشوية الجهاز الاداري على عبدالعزيز هو اللي بيدير سرا فيما يخص الشؤون الادارية للمنتخب الاول لدرجة ان بعض الافراد الجهاز المعاون للمنتخب ما كانوش على علم به يعني الفندق اللي هيقاموا فيه او اللي هيقيموا فيه في اتشاد ما يحدث داخل اتحاد الكرة النتائج اللي الناس بتشوفها هي نفس السيناريو اللي كان بيتم او بيتعامل معه اتحاد الكرة مع الامريكي بوب برادلي والنتيجة ايه في الاخر برادلي حصل بجهازه المعاون خلال التوليه فترة التوليه المسئولية على 17 مليون جنيه راتب شهري والى جانب طبعا لما ماشي خد الشرط الجزائي الخاص بايه نفس الامر بيتكرر مع كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني اللي دخل او دخل بمسرته او دخل بمنتخب مصر الى فضيحة جديدة لا تقل عن فضيحة غانا والهزيمة بستة واحد بتتلقى هزيمة تانية منتشاد الغير مصنف او البعيد عن التصنيف الدولي عايز اقول لكم ان على يد مجلس الادارة الحالي وصل تصنيف المنتخب الاول لكرة القدم الى 11 افريقيا في الوقت اللي احنا في الوقت اللي احنا كنا عالميا في 2010 التاسع عالميا تاني احنا 11 افريقيا دلوقتي في التصنيف الثالث على يد المجلس الحالي المجلس الحالي برئاسة جمال علام اللي جابه مين اللي جابه هانا بوريدة وشوبير وحزيم الهواري علشان بعد كده بعد اربع سنين علشان يتحيلوا على بند التمن سنين هو دي هي دي قدرت الكرة الكرة في مصر الناس ما تفتكرش ان احنا ان الناس يعني الجماعية العمومية وانتخابات اتحاد الكرة بتتم بمنتهى يعني مش عايز اتكلم ولكن هناك ضغوط كبيرة بتكون على الجماعية العمومية ويعلم الاسماء اللي انا ذكرتها هم بيمارسوا الضغوط باي شكل من اجل طبعا يعني توجيه رأي الجماعية العمومية وده اللي كان وده اللي اتخذوا او دي النتيجة في النهاية ان جمال علام اللي كان موجود في منطقة لقصر بيدير الكرة المصرية ورئيس اتحاد الكرة وبقيت اعضاء مجلس الادارة اللي معظمهم من اندية القسم التاني بيديروا الكرة المصرية في النهاية دوت ليه ده كان مجرد تحايل على بند الثمان سنين عشان هانا بوريدة يدير اتحاد الكرة من الخارج وبمعرفة شوبر ومعرفة حازم الهواري وعلشان في النهاية التلاتة اسماء اللي انا بقولها لكم الى جانب احمد مجاد اللي كان موجود في تشاد هيكون ضمن القيمة بتاعة هانا بوريدة الى جانب سيف زاهر دي هتكون القيمة اللي هتدير الكرة المصرية خلال الفترة اللي جاية او بعد انتهاء فترة مدة المجلس الحالي وبالتالي نتيجة طبيعية الهزيمة من تشاد وفقا لادارة الكرة المصرية او وفقا للادارة اللي بتتم خلال الفترة اللي فاتت خرجنا من تصفيات كاس العالم للناشئين خرجنا من تصفيات كاس العالم للشباب والان بنخسر من تشاد بصرف النظر عن التأهل ان شاء الله يا رب بإذن الله نتأهل لمنديال 2018 ولكن هل بالمجملات وبالتدخلات وبالسيطرة والإصرار على تعيين مدرب أجنبي علشان ما اعتردش وعلشان ما حدش ما يكونش عارف اللي بيدور حواليه ده بالبلد زكي عبد الفتاح كان يتحكم في بوب بردلي المدرب الأجنبي والان ودي معلومة مؤكدة محمود فايز هو اللي يتحكم في كوبر المدير الفني للمنتخب الأول ونفس الكلام بيتقال ان بردلي هو اللي بيختار وبردلي هو اللي عارف كل حاجة نفس الكلام برضو بيتقال دلوقتي كوبر هو اللي بيختار وكوبر عارف كل حاجة وكأن كوبر دوت يعني مولود في مصر وكان من واحد يعني تدرك فيه منتخبات النشئين في مصر وعلى علم وعلى دراية بكل ما يدور في الكرة المصري عموما نتمنى التوفيق للمنتخب الأول خلال مباراته السهلة جدا مع منتخب اتشاد الضعيف اللي حقق مفاجأة كبيرة وفاز واحد صفر موسيقى 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 موسيقى